بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينا كهذه المهمة وبالجهس أقول من تصحيح بعض المثال يقول الشاعر ما اشترى عن قرى البيت كما عنها لم يشترى الناس ولا باعوا خير من خبز إلى جعب ماذا شاروا حبيل شيء ماذا طرافة ونقفة لكل حال نقول هذا كلام عادة تنهي قنال لم يشترى الناس ولا باعوا خير من خبز إلى جعب وهذا صبق الحاجات المادية ونسلها أن يذكر قبل الحاجات الوطفية أو الزكرة وهذا لخبل العمى الإسلامية ليس العمى الإسلامية لأنه على قومي الهدية هي مناة اليدخول في عامة الناس لأن الناس عد الآن لم يرتقوا إلى المستوى المطلوب أن يكونوا إسلام بل من يكونوا إبسان لم يسترى الناس ولا باعوا خيرا من خبز إلى جعب الآن حد الآن هو خبز ولي يسأل ثبت الثورات والخبز لي خلي الناس يتحرم والجنس كذلك هل هذا هو الإسلام؟ الآن مباشرة حيتستميح بكية لا والله الرعيم الأول هو ضرر المثل الأعظم المثل الأعظم في الحياة حقيقية السليمة والشريمة رياضة صح في قديمكم يا ناس تتاكوا على ما هو المات ما هو الظلمات ما هو جانب للتعسات ونسيتم الأفضل هو روح روح المولى وروح المولى حين أنتم من بادي القلوس روح وروح أرجو من جانب الروح لكم ترتحون وتلقون الروح والتوسع لأنه إلا كان سلمت أراحكم ألي سادكم تتبع ذلك وانقلوا الطعام كانوا نبيل عليه السلام وما أدراه لم يقض في بيتي عدة مرات نار مدة طويلة وكان الناس يحطوا حجر من وقاءهم لله محرموش مش خدسوا السلطة من الولي يجيب الحرام ويأكلوا ونزقوا ونمرتوا لهم ونخذنوا والحشام لا راعد منهم كان يحط حجر لكي يضيق معدة بشبهم التقلصات مؤمنة نبيل عليه السلام كان يضع حجرين على مطل كريمة ريتو للجسد ليس أول للأصل الروح هي الأصل لهذا نرى من هذا التقدير الذي ورد على لسان هذا الشاعر ولا أقول أنه شاعر في مستوى المطلوب هذا النوع دا يجب أن نقرزمه ونفعه إلى قيمته الحقيقية ونقوله لن سيادة المطلوب مننا أن نعتني بالاعتنال الأول هو أن نكون أحباب الله ونكون جلد الله في كل ما يديه قبل أن ننضم البدون والبروت وثم التائرات الإسلامية هم هم ليست مؤهلة نستعلم عن السلحات وقلنا رايش لكن نذكر ببيت مباشرة لكن الآن يقول بيتك واحد يقول الشاعر فيه وغير تقي ليعمل الناس بالتقر طبيب يداوي الناس وهو مريد إذن غير تقي هذا في نظره لكن ربما فعلن هو غير تقي لأنه منافق ورائم يبين أن يكون مستقيم وكون صحب أمانا لكن لا أدو خطوة أن يخرج هذا النبي بشيء كما قال النبي آسف السلام وهو مؤشر الخلق بلا خلطهم بين الدين والدنيا ويقتلون ناسا بمضاع الدينية حتى يقبلون عيليهم وبعد يقبلون عيليهم وبعد يقبلون عيليهم وتعدوها لحرومات مؤلمة جعلة لكن ما فيها بس على البيت هذا يأخذ شيء من الوقت من الوقت وغيره تقييم يأخذ ناسا بالتقر لأنه هو مش بأهل هو حتى بساس يروب بالتقر وهو بعيد عنه وهو محلوم منها وهذا الموجودته في التيارات الإسلامية كبير من حلاصره في هذه الحالة وغيره تقييم يأخذ ناسا بالتقر وهو الإسلام لأنه عادت أن الإنسان يقبل منه الغير لأن كان وديه للرسالة التي يمتقوها يعني خطابه كان يماشى معاه ما في بطني ما في ذاتي صدري يعني هكذا الناس ما في ذاتي صدري ما في ذاتي صدري ما في ذاتي صدري ما في ذاتي صدري ويأت 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 إذا كان يكونش بالصحة وعادية ما يهتمش به الناس طالبين هذا الناس أو طالبين السليم للقاية ما يهتمش بالله ولو إخليم أنا في عقب عمر لأن المرض تعالجته نوبة أي نوع لا يجوز ببشر لكن عموما هو بالصحة وعادية لأنه يتمرس يتبق ومستوى الروح ومستوى البكر ومستوى السلوكي ومستوى المادل ومستوى العاطلي ومستوى الجنسي هو من نوع اللي أسل مجرد هو مجرد ولهذا الكلب الإنزل كذلك إذا ما احترتمان لأنه فيها آآ داسيس فولا فيها صمت حسن على كل حال أنا اللصح بالناس اللي فعلا يحبوا إصلاحها العملية هو لا يمكن لإنسان خالي من الثقة اللي هو يسعى لتعديل الناس التقوى دائم والمارين نفسانيا يبدأ بنفسه في كل شيء يستحى قبل ما يتوجه للناس على أساس العياذ اللي قد لأنه هو في عهد منفرة وفي عهد مضعف له وختابه منجول وختابه مرؤوس اعلموا هذا يرحمكم الله أن يستعى الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون من ما يتذكر قول الألباب أي قول وقول الرجعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منهم